السلام على ارواع متتبعين وصفات ام رايال العزاز والغاليين مرحبه والف مرحبه تحليه غدا اتحمقكم كاتجي كريمية اتحمق الوليدات بديها لكم عشاق كل من هو كريمي على بركتي الله ندخله في الوصفة وتوكلنا على الله اول حاجة شوفوا انا ما عنديش الحليب هيرا كاتجي بالحليب كاتجي بيه خاطيرة كيف ما كان عارفو احنا نيدو كيف ما درت يلي واخاوك كي جي شوية جاري ولكي راه شبته النتيجة ديال وكيف اجيت انا درت واعد الكاس ديال نيدو مع ايطرو ديال الماء ودرت كاس لاروب ديال الساني ده وجوج معي القات ديال النشا وجوج صاشيات ديال الفلو الفلو فاني يعني وممكن انكم تديروه بالنكهة ديال الفريز انا كان مبقاش عندي ديال الفريز يعني عندي غير ديال الفاني وتقادلية عليش قلت لكم بالنكهة ديال الفريز حيتي لا لاحظتوا انني غانتحني مع هاد الفلو هادا غدا نتحن معاه هالفريز كيف ما ممكن انك تتحني معاه اي حاجة كيف ما بغيتين انت اياي هنا اه او الفلو اللي درت غير هاد الفلو العاديا ما بنات صافي وكان دير دك الشي ديالي فوق من البوطة وكان بقى كان حرك عليش كان بقى كان حرك حيش انا ديرا وعد جوج معلقات ديال النشا او للا كيم باتيس يعني ان شو ما كتختاروا اللي بغيتو تديروه بغيتو تكتافي وغير بالفلو كتكتافي وغير بالفلو انا غير بغيت ديالما داق يجيني هكا كريمي وديك المحيل قاملين هزا كتجير هكا كافة فراسة كيف ما كتعرفوا انني انا مستعملة الحليب اني اضو. من بعد ما غلات لي كاصر هنا اليالي كان بقى كنحرك ما كان حبش من تحرك حتى كانت في البوطة. من بعد ما كانت في البوطة كان حيضو وكان جاي شوفو هنا عندي شوفو كيف اجدهر. هذا الفريز بوحدو البنات لا داعي رمزت فيه لسكر لاوالو اللي بغاي زيد فيها العشاق الحلاوة بغاي زيد فيه سكر زيد فيه سكر. هنا شديت الفريز ديالي بطبيعة الحال كن نعقمه بعد شوية ديال نخلو شوية ديال الماء ونخليه تسقطر من الماء ونقطعوها كمربعات ونطحنو. كانت بقى يطحن فيه تكيو اللي سائل وضروري البنات انكم تصفيو اي عاصر تحنتوه باش تأكدو بانكم تحنتو مية في المية وما بقاش هكا فيه شي طريفات. علاش حيط احنا بغينا ذاك الفلاو ديالنا يجينا كرام يجي احكا بحال شكل ديالها كريمي كريمي اي جي وخاطيها. المهم الوصفة كيف ما طبقناها على الفريز ممكن طبقوها على اي فاكهة عدنا واي ديسة عدنا. شوفوا سبحان الله العلي العادي من لون تبدل ممرة الوصفة رخدمتها في اللايب مباشرة البنات اللي كانوا حاضرين في اللايب اه بانوا عندي هنا في تعالق الله يسهل عليكم. صافي هنا من بعد ما خلطتو عمرتو هنا في هات الكويسات وقليتو حتى برد وعد شوية ومن بعد دخلتو لتلاجة وبصحة وراحة واللي جرباتو تعود ترجع عندي في التحالق وتعطيني رأيها كيف اججا واش عجبوك او لا لا مجاوبو بصراحة ارى ما شاء الله ما شاهز تكون في انا بعد اولي داتي تيحمق وعليه وحتى انا ورجلي وديت كلنا كاناكلوه شوفو هانتو ما غاتشوفي غير من ديك الهزة شوفي الحدة ديال الكاس كيفاش بقاتش بالتراسية باش تعارفي انه كريمي وقعبط راسه وخلعين بان انا عارفين احنا نيضو صراحة باش كتصايبي بها كشفلو ولا شي حاجة راه ما كيجيش قعبط فراسه راه ما شاء الله ما شاهز تكون فيه وبالخصوص هالبنتي لذاتي الفلو ودرت معاه وعلى داتي الفلو ديال الفريز ودرت معاه الفريز راك يعطي نتيجة يا السلام ايلا دارتي مثلا البانان وعطي تقدرتي معاه الفلو ديال البانان فكتخرج ديك النكهة عبيعية ديال البانان كتدي تخرج شوفي ما شاء الله راشا كالراسه واللي جغباته تردع لي بتعليق كيفاش جاء متلاقوا في فيديو مقبل ان شاء الله السلام عليكم